أنا في البداية نتكلم بشكل عام على الموضة وإيه اللي هيتغير الشتة ده بقى إحنا خلاص يعني دخلنا في الشتة بس هو مش راضي يخش يا ستي الشتة تقريباً أنا رح أقلك تقريباً مكمل معنا زي السنة اللي فاتت البدل البدل بلشت السنة اللي فاتت الأطقم اللي جاكته البنطلون ولحد الآن هي مكملة بستايل جديد هو الأوفر سايز طبعاً هذا يمكن مش مناسب لكل كموضة واحد يتمسك فيها لأن مثلاً إحنا المجتمعات بتختلف فهي الأوفر سايز ماشي لحد الآن بأطقم بجيبات بجاكت بس فكرة أنا بشوف أن البدلة أو كده يعني بلشت بيبقى مناسب لحاجات كتير قوي يعني ويبقى سهل على الواحد أنه لو حتى رايح مناسبة ممكن يلبسه ورايح حاجة بعد الظهر حاجة بالنعور بيلبسها طبعاً هي اللي بيحدد أكتر شي المناسبة اللي حتلبسيها هي اللقماش شو داخل فيها ألوانة فبتحسي أكتر شي اللي حيحددلك المناسبة اللي حتمشي فيها هي نوعية اللقماش والألوان الظاهر فيها تكلم على القماش وبتقوليني أن القماش دايماً هو اللي بيلعب الدور الأساسي أه طبعاً سنباش دايماً لمية بتحب تحط إضافات بتاعتها حتى على القماش يعني حتى ممكن القماش يبقى ليق على المناسبة أو ينفع سنتي دايماً بقى لكي إضافات مميزة مختلفة فيه أنا كل القطع لازم يكون أي قطع راح أعملها فيه إلى تفاصيل يمكن تعتبر هوية لقلي أنا كتير بسمع من زبايني أنه إحنا دخلنا مكان فوراً عرفنا أنه هذا شغلك فبهتم بكتير لازم يكون في شيو هندمايد لازم يكون في أنا ممكن عاشقة للورد لازم يكون في أطفال ورد موجودة تطريزات يعني ومتل ما قلتلك مثل ما قلتلك فيه لازم يكون بالموضوع فيه هندمايد مش بس بالقطع زي ما هي معنا صور بقى عاديين نشوفها علشان يعني نتكلم معنا دا كده حاجة من الحاجات الشتوي طبعاً هلأ إذا بدأ أحكي كمان يا موضوع الشتة بشكل عام كان من أول سنة اللي فاتت الجاكت أو البالتو اللي هي تقريباً الطول الوسط أو عند الركبة هلأ لأ إما أصير كتير فوق الوسط أو هيكون طويل كتير بلتو ما عندش في الأمور الوسط لا هيك لا هيك نحن هنا كده برضو قصير بس دا مش جاكت لا هذا هلأ هذا مثلا من الأشياء اللي إحنا عاملينا وفيه إلو لون تاني من التفتة كمان مطرز زي هاده هلأ هو هاده هما اللونين مختلفين انتو خلولي بس الصورة دي شويا عايز عرف هنا الماتيريال الماتيريال هي تفتة شانجان يعني بتعطي لمعات فيها تطريز طبعاً هي لحضور مناسبة بس فيك لما تلبسي البروزة لحالة فيك تروحي فيها لشي تاني يعني مثلا آي يعني ما تكون اني مثلا السحرة أقل شوي أهدا هلا هيك نحن عم نشوف اني مثلا القطع ممكن تلتبس المرة اللي فاتت بأكتر من ستايل كمان هاده تايير جيبي وجاكت بس ده مختلف ده ماتيريال تاني آه هاده بروكار لو نرجع بس للصورة اللي فاتت أيوة يعني احنا أنا عايزة بس تكلمت هنا عملة دي قطعتين أيوة جيبة وبلاوز ما فوقه فانا ممكن استخدم الجيبة مرة تانية في وقت ما يكونش المناسبة آه حتى شوفي هاي موضوع القطع أنا ألبسها بأكتر من ستايل وأكتر مناسبة هيبقى بتجي شوي على إبداع الست أو التخيل طبعا وكيف تلبسها بأكتر من طريقة آه وعايزة تكلم على الماتيريال كمان يعني أنا مثلا لو عندي مناسبة قريبة لحد يعني حد قريب فانا ممكن ألبس زي ما شايفاها كده فيها تطريز وفيها شكل جديد ولوك مختلف والماتيريال برضو يعني حلو وجميل لكن لو مثلا عندي المناسبة مش حد قريب قوي فانا ممكن أخد قطعة منها تماما اه وأحط عليها حاجة وأنا هنا أبسط تكون مثلا آه تبقى أبسط بس أنا معتمدة بس على القماش ما يكونش مثلا فيه شغل كتير أو كده مثلا هلا زي ما قلتلك ممكن أنه في القطعة هي مثلا مشغولة أو مطرزة فحتى أهدي الموضوع ممكن فورا ألبس منطلون تحتها جيب خفيف عرفتي فرجعت لعبت بالقطعة بحيث تناسب المكان الأيوة أيوة وهديته شوي ما عاد أني أنا من يعني المقربة كتير أني بظل يعني باين من شكلي أنه أنا الضيفة الموجودة نرجع للصور ويعني آخر حاجة كانت مقهودة الجاكت برضو اللي كان معنا طب خلينا نكمل هنا عندنا سكرت هون هلا شوف يعني بشكل عام يمكن بميلي كتير للستايل الكلاسيك أو أيام زمان ودوماً برجع له يعني بحاول أعاصر الأجواء الجديدة بس من جوة في شي هيك سكي حاجة بتشديني جورا كده أنا يمكن عاش شيء للزمن حاجات دي يعني هي دي اللي بتدي للشياكة أو يعني ما قدرش أخرب بحاجة أقل من كده الستايل الكلاسيك دوماً يعني دوم بيقلك كلاسيك وبسيط بس هو يعني أسهل طريقة لواحد يكون شيك وأنيق البساطة بس فيه نرجع نقول يعني تاتشات صغيرة هي اللي بتفرق من ستايل لستايل بس طبعاً أنا كتير بحب الستايل الأديم بعشاوه جداً أحنا هنا عارف فكرة هو راجع موضة تاني يعني هو ستايل الجاكت ده هو موجود برضو بالشكل عبير عبير هلا بالأخير بتحسي الموضة هي عم بالأخير عم تتوالى حسنا بالزمن كل زمن بيرجعوا بيستوحوا من الأديم مع شوية ابتكارات بالألوان بإضافات معينة ماتش جديد حتى يحسوا أنه هم عم بيواكبوا العصر الجديد بس بالأخير فترات عم ترجع بتكرر الموضة من أول وجديد ترجمة نانسي قنقر